استضافت القاهرة الاجتماع الوزري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط شهد الاجتماع حضورا دوليا رفيع المستوى من وزراء ورؤساء ووفود الدول الأعضاء الدائمين بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كأعضاء مراقبين وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة في كلمته الافتتاحية على أن المتغيرات الحالية التي يشهدها العالم أوضحت الأهمية البالغة لمنتدى غاز شرق المتوسط وما حدث فيه من تقدم ملموس